اشتركوا في القناة اول مرة بتابع ياريت يعمل اشتراك اذا عجبك المحتوى واللي بعجبه المحتوى ياريت يحط لايك او ديس لايك اذا ما عجبك المحتوى بس نوع من انواع التذكير طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الاربعة عشر اثنين القمر ما وجود في منزلة سعد السعود اللي هو هي لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق ورح ينكث فيها حتى تمام الساعة اربعة واربع وثلاثين دقيقة من مساء اليوم الاربعة لينتقل بعث القمر لمنزلة سعد الاخبية وهي للحماية والضرر والضفر والعقد طبعا احنا الان في فترة خلو مسار خلو المسار هذا رح يستمر لغاية صباح يوم الاربعة اللي هي صباح اليوم التسعة اثنين يعني لا تمام الساعة واحدة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني ثلاثة اثلت صباحا او فجرا طبعا خلو المسار هي فترة لا تصلح لاي خطوة جديدة او مهمة في حياتنا وبيشمل ذلك موليد جميع الابراج دون استثناء طبعا القمر رح ينتقل ويستقر زي ما حكينا ساعة واحدة وعشرين دقيقة صباحا لبرج الدلو ويستقر فيه تماما فتأثير القمر رح يكون على جميع الابراج ابن الشعر الان انه بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي ووسعنا تأزيز صداقة جديدة وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا او شراء جهاز تلفزيون او جهاز استيريو او جهاز الكتروني وتجربة الطعام جديد طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية عندنا اول زاوية رح تتشكل هي زاوية من الزوايا البطيئة رح تكون زاوية تربيع سلبية وهاي رح تكون بين عطارد وبين المريخ ورح تكون هاي في تمام الساعة 12 و 15 دقيقة بعد الظهر طبعا تأثيرها على جميع الابراج بسود شعور بالضيخ او ضيخ الصدر يعني ممكن انه ما نتقبل النقد وممكن ننثور بشكل مبالغ فيه في وجه اي شخص بينتقدنا او بيعطي ملاحظة بخصوص تصرفاتنا وبتكون ردة الفعل لعنا بكشف عيوبه واخطاءه طبعا بما انه عطارد بيتراجع والامر له علاقة بالاتصالات والمواصلات والمريخ له علاقة بالنيران فيعني اجهزة التواصل او مركبات او وسائل التواصل اللي زي قطارات او سيارات او طائرات او سفن مركبات يعني عرضة لحوادث في هاي الفترات طبعا التأثير بما انه التأثير على امور الها علاقة بعطارد والمريخ فالتأثيرات الجوية او المناخية او الامور اللي الها علاقة بالطبيعة ممكن يكون لها بعض التأثيرات الملفتة للانتباه بشكل سلبي اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة 12 و41 دقيقة بعد الظهر من واجه مصاعب عراقي اللي بتطلب منا ان نبدو الجهد لن يتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض الشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربية سلبية رح تكون بين القمر وبين اورانوس ورح تكون هاي الزاوية في تمام ساعة 51 دقيقة قبل العصر بتخلق لدينا شعور بالملل من اعمال روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران ايجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة 10 و10 دقائق مساء بتوقيت جرينج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران ايجابية وهاي رح تكون بين القمر والمشتري ورح تكون في تمام الساعة 11 و28 دقيقة مساء نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا بما ان القمر رح يكون موجود في الدلو فخلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس 11-12 رح يبدأ في تمام الساعة 7 و5 دقائق مساء ورح يستمر حتى اليوم التالي اي اليوم الجمعة حتى تمام الساعة 7 و23 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لينتقل القمر لبرج الحوت اما بالنسبة لعمر القمر فالقمر انحسار الهلال 27 يوم في تمام الساعة 33 دقيقة صباحا بيصبح 28 يوم نسبة الاضاءة 5% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18-2 مزاجها سعيد بنسبة 70% القمر في الجدي وزي ما حكينا في ساعة الفجر بده ينتقل للدلو حتى يوم 12-2 مزاجه سعيد بنسبة 30% بالنسبة لعطارد في الدلو بيتراجع حتى يوم 21-2 اليوم سعيد بنسبة 45% ولكن الغالب عليه النحوسة اما بالنسبة للزهرة في الدلو حتى يوم 25-2 منتحس بنسبة 40% المريخ في الثور حتى يوم 4-3 منتحس بطبعه يعني له ايجابي ولا سلبي ولكن الغالب عليه النحوسة اما بالنسبة للمشتري في الدلو حتى يوم 13-5 سعي منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% ورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 27-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا التوقعات لغاية ساعات الفجر كما توقعات الامس ولكن من ساعات الفجر الامور بتتغير بشكل ايجابي ولكن بنصح نصيحة انه خلال اليومين هذول تحاولوا تنجزوا كل الاعمال الضرورية والمهمة قبل ما ينتقل القمر ويصير في بيت المتاعب لانه رح يشكل نوع من الوع الضغط عليكم او تعطيل على بعض المسائل فعشان هيك يحاول تشحن حالك بطاقة ايجابية قدر الامكان لانجاز كل الضروريات او الاعمال المهمة قبل الانتقال خلال اليومين اليوم الوضع النفسي احسن وعنده قدرة او نشاط لانجاز بعض الامور صحيح انه في بعض التقلبات رح تكون على مستوى المزاج ولكن اجمالا الاجواء ايجابية اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء هنا بتركز على الامور المالية صحيح انه اليوم ممكن يشكل لك عقبة في نوع من انواع الضغط او الالتزام او بعض المصاريف حاول انك ترتب امورك بشكل جيد موليد العشرية الثانية ممكن يصير في بعض تحصيل الاموال اللي بتيجي من عمل اضافي او مستردات او هبات او بعض الهدايا اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة على مستوى الاتصالات والمواصلات والنقاشات والحوارات وحتى على قدرة الاقناع ولكن حاول انك تضبط عصابك من العصبية اللي عنده امتحان او مقابلة اليوم رح ينجز بشكل جيد والاجواء مساعدة اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء هنا بتركز على البيت رح تشعر ببعض الضغط او بعض التوتر اللي ممكن يصير على البيت خلال هذا اليوم او حدث معين او قلق من مسالة معينة او انشغال وممكن مشتريات او التزمات منزلية حاول انك تضبط عصابك وما تبتعد او تهمل واجباتك بالنسبة للبيت الخامس الاجواء على المستوى العاطفي تقريبا نقدر نحكي فيها نوع من انواع الايجابية اللي بتعزز الامور العاطفي عندك بشكل قوي صحيح انه فيه عندك نوع من انواع التردد او الزعل او العتب على الحبيب ولكن اجمالا فيه قدرة لانجاز امور كثيرة وتكون لصالحك ان كان عاطفية او بتواصلك مع احد الابناء اما بالنسبة للبيت السادس فهنا بتتركز الامور على الوضع الصحي وعلى العمل ممكن يتراكم عندك بعض العمال ما تقدر تنجزها بالكامل وفي منك راح يهتم ببعض الشؤون الصحية اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء جيدة على مستوى بيت الشراكة المالية والعاطفية وهي بتعزز العلاقة ما بينك وبين الشريك تعمل تقارب بشكل جيد وممكن تحمل مصالحة ولكن اذا احتدت عصبيتك ممكن يصير فيه خلاف ما بينكم اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء جيدة على مستوى بيت الشراكة الاموال المشتركة فممكن اليوم تهتم ببعض الامور المالية زي مشتريات او صفقة معينة او توقيع عقود او الاهتمام باموال قانونية في بعض كورح يهتم بصحة احد الاحبة او ببعض الامور اللي لها علاقة بالديون بيحاول انه يجدولها بشكل جيد بالنسبة للبيت التاسع الاجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد والاهتمام ببعض المسائل اللي لها علاقة بامور بتتعلق اما بشخص خارج البلاد او بضيف او بمسألة لها علاقة بالسفر في من كل اللي عنده امتحان جامعي او دراسي او اهتمامات اليوم الاجواء جيدة وبتدعمك بشكل قوي جدا اما بالنسبة لبيتك العاشر فهنا الاجواء بتركز على بيت السمعة فمنقول لك دير بالك انك تشوه سمعتك باي تصرف رغم انه بلوته بشكل زوايا جيدة اليوم فعشان هيك منقول لالاجواء يعني شيئا ما جيدة ممكن تحميك على مستوى السمعة ولكن احتياطا حاول انك ما تخالف القوانين وما تجازف وما تغامر وما تدخل باي مواجهات ممكن انها تشوه سمعتك اما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا القمر رح يكون متواجد فيها فعشان هيك بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا في من لقاء الاصدقاء منكم ممكن يطلقى دعوة لحضور حفلة او مناسبة سعيدة الاجواء داعمة ومناسبة العمل خصوصا داعمة بشكل جيد على مستوى العمل ضمن مجموعة ممكن تخوض بمجالات عديدة ومتنوعة نظم جدول اعمالك تحسبا لضيق الوقت اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء جيدة على مستوى بيت المتاعب ممكن انك اليوم تنجز بعض الامور الجيدة ولكن لازم تهتم بامورك على مستوى التغذية وعلى مستوى الصحة والامور العلاجية ممكن تهتم بمسألة بتتعلق بصحة احد الاحبة او مراجعة الطبيب او حتى الاهتمام بشؤون صحية برج الثور طبعا بالنسبة للبيت الاول الاجواء عندكم اليوم يعني شيئا ما فيها نوع من انواع الضغط على المستوى النفسي او ممكن تتعطل عندكم بعض المسائل ممكن يكون حاد الطبعي شوي او تكون مزاجك متقلب بلحظات ممكن تستذكر بعض المواضيع القديمة او بعض الامور اللي كانت صعبة او اللي فشلت في حياتك فتركز عليها بشكل جيد وممكن هاي تتسبب بتقلب المزاج عندك بشكل كبير اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء هنا بتركز على الامور المالية بتحمل بعض الفرص اللي لها علاقة بالمال اليوم ممكن تحصل بعض المكاسب او الاهتمامات المالية وممكن تحصل بعض الهدايا حاول قدر الامكان انك تستغلها بشكل جيد وحاول انك انت تنظم شؤونك المالية بشكل ممتاز اما بالنسبة للبيت الثالث فهنا بدك تدير بالك من مزاجك العصبي اللي ممكن في لحظات انك تتور او تعصب بشكل كبير بدك تحاول تضبط اعصابك الفترة هاي مش مناسبة لأي جدالات او خلافات مهما كانت حاول انك تمشي الامور بشكل روتيني ممكن يكون لك بعض التواصل او الاهتمامات بشؤون بتتعلق باحد الاخوة او احد الجيران او تهتم بمسألة الهلاقة بالسيارة او التليفون اما بالنسبة للبيت الرابع فبتتركز الامور على مستوى البيت او المسائل العائلية صحيح انه ما عندك طاقة كبيرة لهاي الامور ولكن رح تجاريها بشكل جيد حاول انك تضبط اعصابك بس من بعض الخلافات ولكن اجمالا عندك قدرة على احداث تغيير على مستوى البيت او حتى على مستوى اهتمامك باحد افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الاجواء شوي مشحونة ممكن انت متطلباتك شيء ولكن الحبيب تصرفاته شيء اخر عشان هيك حاول تضبط اعصابك ما في داعي لتوجيه اللوم او الكلمات الجارحة على اساس انه ما تكبر الفجو ما بينكم حاول تناقش بهدوء الفترة هاي جيدة لا يعني نوع من انواع التحاور بدون عصبية بالنسبة للبيت السادس الاجواء هنا ممكن تضغطك شوي على مستوى الامور الصحية ولكن مش بالشكل الكبير يعني بتشعر ببعض التعب حاول انك انت ما ترهق حالك بزيادة اذا كان عندك عمل حاول انك تنظمه بالاشي الضروري وحاول ما تجهد حالك يعني بمعنى اخر برضو ما تراكم الاعمال عليك يعني لو عملت ساعات اضافية الاهم من انك انت تراكم الاعمال اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء على مستوى بيت الشراكي تقريبا فيها بعض المشاحنة او بعض الخلافات عشان هيك منقول لك برضو علاقتك ما بينك وبين الزوج او الزوجة بدها تكون محسوبة بشكل جيد بدون اي تماديات او تهورات او كلمات جارحة انت اليوم حاد بطباعك فعشان هيك بركز عليك بضبط الاعصاب في كل شيء اما بالنسبة للبيت الثامن فبتتركز الامور على الاموال المشتركة اليوم ممكن يصحلك نوع من انواع الدعم او حل مسألة مالية معينة او تحصل بعض المكاسب المالية من طرف اخر ممكن تهتم ببعض الاوراق القانونية او المعاملات بشكل ايجابي اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء هنا مش بالقوة الهائلة رغم انه بلوته بشكل زوايا جيدة لموليد العشرية الثالثة تحديدا فعشان هيك الاجواء جيدة على مستوى امور الها علاقة باوراق ومعاملات سفر حتى على مستوى امور الها علاقة باهتمامات اما لخارج البلاد او بشخصية اجنبية اللي عنده امتحان او عنده مقابلة اليوم يعني ما يعتمد كثير على الحظوظ بده يركز ويعرف يتصرف بشكل جيد اما بالنسبة لبيت السمعة بيتك العاشر فهنا بيقول لك اليوم مناسب للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح باثبات جدارته للمسؤولين وممكن تحافظوا على انجازاتكم القائمة اهم شي انه ما تشوهوا سمعتكم بالظروف ضاغطة وممكن تحمل لك فرصة عمل مهمة كون متنبه لكل اشي وما تترك الطيش والسهو يتسببوا باخطاء لا تغتفر اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء هنا بتركز على اشياء ايجابية لها علاقة بالوضع الاجتماعي هاي مرحلة جيدة بتحمل نوع من انواع المصالحة او حتى المرافقة وممكن انه يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تسعد بلقاء الاصدقاء ممكن اليوم تهتم بمسألة او احد الاصدقاء يدعمك بمسألة معينة اما بالنسبة لبيت المتاعب فهنا بدك تحذر من بعض المكاعد او من اشخاص ممكن يتأمر عليك بالخفاء وبرضو في نفس اللحظة بدك تراقب وضعك الصحي واغب تغذيتك لا تهمل هاي الامور على اساس انه يعني ما تكون سلبية عليك ممكن تقلق بشأن صحة احد الاحبة او يعني زيارة مريض برج الجوزة طبعا اليوم انت مشحون بطاقة ايجابية عالية جدا عندك رغبة الى انجاز كثير من الامور عندك سرعة بديهة وحيوية عالية جدا مشحون بطاقة حاول تستثمرها بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الاجواء بتتركز على الامور المالية فممكن انها اليوم يكون فيها نوع من انواع الضغط او المصريف او تلتزم في بعض الاموال بطريق الصدفي فعشان هيك بدك تنظم امورك بشكل جيد ابتعد عن المشتريات او المصريف لزيادة وما تلتزم بامور مالية حاول ترتب وضعك المالي بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء هنا نشطة جدا على المستوى الفكري وعلى مستوى الاتصالات عندك قدرة اليوم على التحاور وعلى الاقناع حتى على مستوى الامتحانات وعلى مستوى الاهتمام بالدراسة والمدارس وحتى على مستوى النقاشات والحوارات عندك نشاط عالي جدا رح تهتم بشؤون الها علاقة بالسيارة او باجهزة التليفونات او باجهزة الكترونية خصوصا ممكن منزلية ممكن يكون لك بعض التعامل او النقاشات ما بينك و بين احد الاخوة اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء هنا بتركز على وضع البيت في بعض الاضطراب او بعض العصبية او الحدية من موضوع معين الى علاقة بالبيت ممكن اعطال او اهتمام ببعض التصليحات او بشؤون منزلية حدث معين بلفت انتباهك بالنسبة للبيت الخامس الاجواء جيدة بتساعدك بشكل قوي جدا على مستوى امور اللي لها علاقة بالعاطفة فممكن تهتم بشؤون الحبيب اليوم او تواصل وممكن يدعمك الحظ في مسألة معينة ولكن الاهم ما تبالغ بملذ ذاتك اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء على مستوى الصحة ممكن تشعر ببعض القلق او التوتر الصحي حاذر على المعدة عندك او الجهاز العصبي بشوي وبرضو ما في داعي للقلق والتوتر ممكن تنشغل بكثير من الاعمال لدرجة انه تنتبه لحالك الا انت لا يعني بدون طعام او يتأخر الطعام مثلا او ما تهمل اكلك او تهمل راحتك اما بالنسبة للبيت السابع في الاجواء هنا بتركز على بيت الشراكة ممكن ان اليوم يصير في نقاش او حوار ما بينك وبين الشريك والفترة جيدة للمصالحة او التراجع عن قرار سابق اما بالنسبة للبيت الثامن فهنا في ضئ نوع من انواع الضغط او القلق على مسألة بتتعلق بصحة احد الاحبة او المقربين لا اليك وممكن تهتم ببعض الشغول المالية يعني ديون او قرض او تسوي او امور بنكية او امور الها علاقة ببعض الوثائق اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء هنا جيدة جدا اليوم تنشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم باحباكم بوسعكم اجتياز امتحان ممكن تسافر او توقع عقد او تروج لموهبة او لاهتماماتك الخاصة حاول انك تكون جريء شوي لحظ دعمك اهمش انك ما ترتبك في المواقف المهمة والصعبة بل اثبت او ثبت طاقتك وجدارتك بالمواقع المتقدمة الفترة هاي بتحملك انفراج كبير اذا استغلته بشكل جيد اما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة الاجواء جيدة دعمتك بشكل قوي ولكن بالمقابل لا تنسى انه الكواكب كلها موجودة في بيت متاعب بيت متاعبك فعشان هيك بيت سمعتك عفوا فعشان هيك ما في داعي للمغامرة والمجازفة ومخالفة القوانين حاول قدر الامكان تهتم باي شيء ممكن يرفعك او يرقيك او انه يخليك تنجز انجازات يعني تعطيك اشي لمستقبلك اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء هنا جيدة ممكن اليوم انت يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تسعد بلقاء الاصدقاء الاجواء داعمة بالنسبة للك بشكل كبير اهم اشي استثمارها اما بالنسبة لبيت المتاعب فهنا منقول لك انه الاجواء متقلبة يحذر من بعض الاشخاص اللي ممكن يكيدوا لك او يتآمروا عليك بالخفاء وبرضه في نفس اللحظة بدك يتراقب صحتك واعمالك بشكل جيد ممكن اليوم يكون لك زيارة لمريضة او حتى تهتم ببعض الشؤون الصحية برج السرطان طبعا القمر تحرك من مقابلك تماما فعشان هيك اليوم تشعر بشوي الطاقة الزيادة عندك احسن من الايام اللي مضت يعني الاجواء تقريبا بلشت تطلطف شوي ولكن مش بالشكل الكامل عشان هيك منقول لك ما تجازف كثير وما تندفع كثير حاول انك تخلي الامور صحيح انه ملل انك تكون روتيني خلال هذا اليوم ولكن اذا كان في مواضيع مهم يتحرك لها ما في شيء حاول انك تهتم باي شؤون ثاني حتى لو كانت اجتماعية اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء هنا بتفتح بعض المجالات اللي لها علاقة بالمال ممكن انت اليوم اهتماماتك المالية تكون جيدة ممكن تحصل بعض المكاسب او الهدايا او الارباح من مسألة معينة او تحل مسألة مالية اهم اشي انك تبعد عن المصاريف لزيادة اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء بتشحنك ببعض الطاقة العصبية في بعض الاوقات ممكن يصير نقاش او حوار تحتد فيه بدك تضبط اعصابك ممكن يصير عندك بعض القلق لما سائل الها علاقة اما بالتعليم او الها علاقة بوسائل التواصل يعني زي سيارة او زي هاتف مثلا او حتى بالمناقشات حتى الحوار ما بينك وبين الاخ ممكن انها تكون حادة شوي بالنسبة للبيت الرابع الاجواء تقريبا على مستوى البيت جيدة جدا تعمل تقارب جيد ما بينك وبين افراد العائلة اليوم البيت ملاذ امن بالنسبة لك ممكن تهتم ببعض المشتريات او التسوق او تهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بتصليحات او ترميمات منزلية او مناسبة عائلية بالنسبة للبيت الخامس هنا الامور حادة على المستوى العاطفي دير بالك من اي خلاف او نقاش او حوار حادي يصير ما بينك وبين احد الاحبة فعشان هيك المطلوب انك تشحن حالك بطاقة ايجابية وتبعد عن النقاشات الحادي ما بينك وبين الحبيب او ما بينك وبين احد الابناء اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تعطيك طاقة لانجاز بعض الاعمال خلال هذا اليوم او تقدم العمل او يجيك رد معين ولكن في موضوع الى علاقة بالصحة ممكن يسبب لك نوع من انواع التوتر او الاهتمام فيه اكثر بالنسبة للبيت السابع طبعا الاجواء احسن من الايام الماضية اليوم ممكن يكون فيه نقاش او حوار او مساعدة على امر ما او تقارب على مسأل ما وهذا الاشي رح يفتح مجالات جيدة اما للحوار او للمصالحة ما بينك وبين الشريك اما بالنسبة للبيت الثامن فاليوم بتنهمكو في اعادة تنظيم امركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب من شراكة او تعويض مع هيك بتكون تخففوا من النفقات حاول ترتيب الاوضاع اللي تراجعت في الايام السابقة وصحح الانطباعات عنك كون واثق من نفسك ومن كفاتك وما تسمح لأي احد بالتشكيك بقدراتك ممكن تنشغل بملف اداري اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء هنا بتركز على امور الها علاقة بالسفر او الاتصالات البعيدة او بعض المسائل اللي الها علاقة باشخاص خارج البلاد ممكن يحملك اليوم هذا اتصال او خبر او حوار ممكن تدخل بنقاشات او حوارات الها علاقة بالدين او بالسياسة حاول انك تضبط اعصابك شوي ما تخلي عواطفك هي اللي تتحكم فيك ممكن تهتم بامتحان او حتى بالنقاش معين يعني على مستوى الدراسة وتكون الاجواء ايجابية اما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة هو انا منقول لك دير بالك يعني الاجواء جيدة وبتدعمك حاول انك ما تتأخر عن دوامك وحاول انك يعني ما تعمل اشياء مفاجئة رتم امورك بشكل جيد مع رؤسائك بالعمل وبرضو في نفس اللحظة ممكن تحصل على كلمة او اطراء او وعد قادم اما بالنسبة لبيتك 11 اليوم الاجواء مش مناسب كثير يعني للدعوات ممكن انت تنشط ببعض المسائل الاجتماعية ولكن حادر سوء تفاهم او خلاف او زعل او عتب على احد الاصدقاء اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء جيدة يدعمتك بشكل قوي فممكن اليوم تهتم بامور الها علاقة اما بالرياضة او تنزيل وزن او تغذي مثلا او حتى بالراحات او ممكن زيارة شخص بعز عليك مريض او تتواصل لعيادته او يعني انه زيارة او اطمئنان على صحته برج الاسد طبعا بالنسبة لبرج الاسد معروف انه القمر لما بيكون في الدلو مقابلك تماما بسحب من طاقتك بعطيكي ايجابية يعني بركز على امور معينة ولكن الطاقة بتكون ضعيفة حاول انك انت تبعد عن اي توتر خلال هذا اليوم وعن اي مواجهة وعن اي قرار ما تتخذ اي قرار حاول انك تخلي الامور روتينية شوي لحديث ما يتحرك من مقابلك بتلاقي الاجواء صارت ايجابية اكثر اما بالنسبة للبيت الثاني ففي ضغط او خيبة امل او ممكن انه هيك تتعركس بعض الامور المالية عندك حاول انك انت ان حصل مثلا وحصلت على اموال وعادة بتيجي من عمل اضافي حاول انك انت ما تبذرها يعني حاول انك انت ما تفرط بالاستراف كثير على اساس انه ما تخسر الفلوس ما بتعرف الظرف في الفترة القادمة كيف يكون بالنسبة للبيت الثالث طبعا الاجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات عندك قدرة على الاقناع عالي جدا وسرعة بديها عالي جدا عشان هيك عندك قدرة انك تقنع اي شخص بوجهة نظرك الى هذا اليوم واذا كان عندك امتحان او مقابلة رح تبدع بشكل جيد ممكن يكون لك تعاون ما بينك وبين احد الاخوة او احد الجيران اما بالنسبة للبيت الرابع فهون بدك تحذر من بعض الضغط اللي رح يصير على مستوى البيت ممكن اعطال او خلافات او مشاغل او اعمال منزلية او ممكن تهتم ببعض الشؤون العائلية ولكن هذا الاشي رح يسبب لك نوع من انواع التوتر لان الالتزام رح يكون كبير اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء جيدة وبتدعمك بشكل قوي على مستوى امور العاطفية وهي بتعزز العلاقة ما بينك وبين الاحبة وممكن يكون لك تواصل ما بينك وبين احد الابناء او تسعد بلقاء معين عاطفي او حتى لو نزوة معينة ولكن حذر ما تبالغ بملد ذاتك اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء هنا بتركز على العمل فممكن يتراكم عندك بعض الاعمال لان طاقتك ضعيفة ما تقدر تنجزها بالكامل وممكن يكون لك اهتمام على المستوى الصحي ولكن حاول قدر الامكان ان شعرت بشيء غير اعتيادي انك تراجع طبيبك اما بالنسبة للبيت السابع فطبعا بما ان القمر مقابلك تماما فبيتركز اهتمامك حول موضوع الشراكة المالية والعاطفية يعني بشكل قوي جدا وخصوصا ما بين الازواج ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركائكم هاي الفترة تعتبر فترة ضاغطة اكثرها تهديد للاستقرار حاذر بهاي الفترة من اي تصرف ممكن يسبب لك فضيحة ممكن يتميل لفرض الرائع للاخرين لان معناتك بتكون الزيادة حاول ايجاد المخارج والحلول دون تشنج اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء هنا ضاغطة على المستوى الامور المالية المشتركة ممكن التزامات او مشتريات او ترتيب فوتير او حتى ترتيب التزامات فعشان هيك منقول لك اضبط اعصابك قدر الامكان وابتعد عن المصاريف لزيادة واذا اجيت بدك توقع على ورقة او على معاملة حاول انك تدقق بتفاصيلها اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات وعلى مستوى امور الها علاقة بالتنقلات او السفر او حتى على مستوى امور الها علاقة ببعض المسائل بالاوراق القانونية والمعاملات بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة بنقول لك دير بالك من اي امور ممكن انها تشوه سمعتك لا تدخل بمجازفة او بمغامرة او بمشاحنة ما بينك وبين احد الاصدقاء او بين رؤساك بالعمل وما تتغيب عن عملك وما تهم الاعمالك يعني اي شيء ممكن يشوه سمعتك حاول انك تبعد عنه تماما بالنسبة لبيتك 11 طبعا الاجواء بتعزز اللقاءات الاجتماعية فاليوم فرصة للقاء اجتماعي او للتواصل ما بينك وبين الاصدقاء حتى الامور ممكن انها تفتح لك باب اجتماعي او مساعدة احد الاصدقاء لا اليك اما بالنسبة لبيت المتاعب فبدك تحذر من بعض الاشخاص اللي ممكن يتآمروا عليك بالخفاء او حتى انهم يحاولوا انهم يستفزوا انتبه لوضعك الصحي ولا غذائك ولا راحتك وحاول قدر الامكان انك تبعد عن اصدار القرارات والمواجهات خلال هذا اليوم برج العذراء طبعا الاجواء بما ان القمر تحرك على البيت السادس الاجواء مش ضاغطة بشكل كبير يعني ممكن يتراكم عندك بعض الاعمال ولكن بعض الاصدقاء او زميل لك بالعمل يساعدك بهاي الامور وممكن تشعر ببعض التوعوكات الصحية خلال هذا اليوم او تشعر بعدم الارتياح فعشان هيك حاول انك تشحن حالك بطاقة ايجابية عالية واذا شعرت بشيء غير اعتيادي حاول انك تراجع طبيبك اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء جيدة على المستوى المالي فاليوم ممكن تحصل بعض المكاسب المالية او الاهتمامات المالية وممكن يصير فيه فارق كبير عندك ممكن تحصل مبلغ كان صعب انك تحصله في الايام الماضية ولكن بالمقابل انك بدك تحذر من بعض المصاريف لزيادة اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء ضاغطة بتلاقي حديتك عالية جدا اليوم اهم شي انك لا توجه انتقاد ولا تنتقد مين مكان حاول ما توجه كلام لاذع احذر وانتقل الكلمات بشكل جيد اذا كان عندك امتحان او مقابلة بدك تتركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء جيدة على مستوى البيت وممكن تهتم ببعض الشؤون اللي الها علاقة بالبيت او بالعقارات او حتى بمسائل عائلية كاجتماع او لقاء او مسألة بتتعلق باحد افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء العاطفية تقريبا هم المستفيدين موليد العشرية الثالثة اما بالنسبة للأولى والثانية فالاجواء عندهم متقلبة بتلاقي فيه فطور اساسا بالعواطف عندهم او محاولة فرض الرأي على الحبيب حاول قدر الامكان ضبط العصاب وحاول انك ما تتهور كثير بالكلام اما بالنسبة للبيت السادس فطبعا تجمع الكواكب هاي اللي موجود كلها مع القمر في الدلو بيتك السادس بنقول لك رغم تراكم العمل انتوا قادرين على مواجهة وانجاز حصة الاسد منه نظموا جدول غدائكم اخذوا قصد كافي من الراحة بتلازمك الواجبات وبترافقك مشاعر مختلفة معظمها فيها نوع من انواع القلق نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير او تأخير لا تهمل صحتك ولا الواجبات اتجاه الاحبة اما بالنسبة للبيت السابع في الاجواء جيدة على مستوى بيت الشراكي ممكن الامور بدلشت تهدى شوي وهذا الاشي بخلي في نوع من انواع التواصل او التحاور ما بينك وبين الشريك ولكن بدك تحاذر انه مش تبالغ انت بالمناقشات يعني بمعنى اخر خلص تحسنت الامور خليها متحسنة تيجي ايام ترجع تفتح لأوراق القديمة وترجع تناقش فيها ولكن حاول انه لو صار اي شيء استفزك انك تضبط اعصابك بالنسبة للبيت الثامن الاجواء هنا بتركز على الشؤون المالية المشتركة الاجواء مش قوية كثير ولكن انه برضو مش سيئة كثير فعشان هيك ممكن يكون لك بعض الاهتمامات بمعاملات او بمشروع او بمناقشة ما رح تمشي الاجواء بشكل جيد كثير اليوم مش مثل ما بدك بالكامل ولكن اهم اشي ان حصلت على شيء حاول انك ما تبالغ فيه يعني ان كان مصاريف ما تبالغ فيها وان كان قروض او مساعدات ما تبالغ فيها عما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء هنا بتركز على امور اللي هعلاقها بالسفر والاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد ممكن تهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة اما بشخص خارج البلاد او ببعض الامور الطارئة اهم شي اذا كان عندك امتحان او مقابلة او مناقش اليوم تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء هنا بتساعدك على بيت السمعة ولكن بالمقابل حاول انك تداوم بوقتك ما ترأتهم الاعمالك حاول انه تخلي فيه دبلوماسية بالتعامل مع رؤسائك او مع الناس اللي انت بدك تتعامل معهم وفي نفس اللحظة ما تحاول انك تشوه سمعتك بالملذات او تندفع باشي ممكن يشوه سمعتك بالنسبة لبيتك 11 الاجواء تقريبا بتحمل اشياء لها علاقة بالوسط الاجتماعي او مناسبة او دعوة او اجتماع الاجواء ايجابية ودعملة اليك بشكل قوي اهم شي انك تستثمرها بشكل جيد ممكن بعض الاشخاص يساعدوك في مسالمة اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو انا بنقول لك الاجواء احسن من الفترة الماضية يعني اهم شي انك تراقب غذائك وتراقب صحتك وحاول انك ما تجهد حالك بشكل كبير يعني بدك تراقب امورك بشكل جيد برج الميزان طبعا الاجواء اليوم جيدة جدا اليوم مشحون بطاقة ايجابية عالية جدا عندك سرعة بديهة قوية وبرضو عندك رغبة لانجاز كثير من الامور ومشحون بطاقة عالية جدا حتى نفسيا انت مرتاح والحظ بدعمك في بعض المسائل بالنسبة للبيت الثاني الاجواء جيدة وبتدعمك على المستوى المالي ممكن تحصله بعض المكاسب المالية او بعض الهدايا او بعض الدعم خلال هذا اليوم ولكن برضو منحذر من المصاريف لانه في ضغط على المصاريف بشكل كبير ممكن تهتم بمسألة تتعلق بشؤون قروض او ديون او التزامات اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة بشكل قوي جدا على مستوى النقاشات والحوارات والاتصالات والتنقلات على مستوى الاخوة وعلاقتك فيهم وممكن تهتم بمسألة لها علاقة بامتحان او حتى بالسيارات والتليفونات اما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت في بعض الاشياء الضاغطة عليك خصوصا موليد العشرية الاولى والثانية ممكن بعض الاعطال او الاهتمامات المنزلية او يعني بعض الامور اللي بتتعلق في العائلة ممكن مشكلة عائلية او مناسبة عائلية توترك او انت تنشغل فيها اليوم اما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا اليوم تزداد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم مناسب لممارسة نشاط فني بتتحسن الاجواء وبترتفع المعنويات بشكل كبير فترة مناسبة للحوار والنقاش وتعتبر هاي الفترة من اكثر ايام الشهر حض اهم اشي انك ما تقف متفرج اسعى للمبادرة الاجواء رومانسية ودافئة اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء برضو جيدة على مستوى العمل اليوم تقدر تنجز كثير من الاعمال اللي عندك وحتى على المستوى الصحي في تحسن جيد حاول تهتم فيها بشكل كبير ممكن اليوم يبدر بعض الاشخاص لمساعدتك في بعض الاعمال اما بالنسبة للبيت السابع فهنا بيت الشراك المالي والعاطفي بيت الازواج في بعض الايجابيات موجودة فيه الفترة هاي جيدة للمصالحة وتوطيد العلاقة ما بينك وبين الشركاء بشكل جيد وحتى في فرحة ممكن تكون لها علاقة باحد الابناء اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء متقلبة على مستوى الاموال المشتركة ممكن تتسرع باتخاذ قرار او تجيك بعض الاوراق اللي الها علاقة بقرض مثلا بدين بتسوية معينة بمنحة بامور الها علاقة بالتزامات او اوراق قانونية شوي حاول تشحن حالك بطاقة ايجابية والدقق بالتفاصيل بشكل جيد على اساس انه ما ينضحك عليك حافظ على اموالك ومقتنياتك من الصرقة او ضيعك اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة على مستوى السفر والاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد وحتى على مستوى التعليم والدراسة والمناقشة برضو جيدة اللي على سفر او على طريق مثلا بعيد ينتبه اثناء القيادة اما بالنسبة للبيت العاشر منقولك دير بالك على اي شيء ممكن يشوه سمعتك فعشان هيك ما في داعي للمجازفات او المغامرات او اي شيء بشوه السمعة حاول انك ما تخالف القوانين وما تدخل باي مواجهات بينك وبين زملائك او رؤساك بالعمل اما بالنسبة للامور اللي بتتعلق ببيتك 11 في الاجواء جيدة وبتدعمك بقوة فممكن اليوم تعزز العلاقة ما بينك وبين اشخاص بيعزوا عليك ممكن لقاء اجتماعي ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة سعيدة او تسعد بلقاء بعض الاصدقاء اما بالنسبة لبيت المتاعب فهنا بيقول لك دير بالك من بعض الاشخاص اللي ممكن بيكيدوا لك بالخفاء او بتآمروا عليك بالخفاء وبرضو بدك تنتبه لوضعك الصحي ما تهمل صحتك وتغذيتك وحاول انك اليوم اذا حصل شيء لعلاقة بصحة احد الاحبة ما تتوتر برج العقرب طبعا القمر موجود في البيت الرابع وهذا تربيع مع برجك بيسبب لك نوع من انواع التوتر او القلق على بعض المسائل او نوع من انواع الضغط فعشان هيكي بدك تدير بالك ما تتوتر كثير وما تشحن حالك بطاقة سلبية حاول انك تمشي الامور بشكل روتيني رغم انه الوضع القمر بالمكان هذا عدو للروتين ولكن اجمالا دك تبتعد عن المشاكل قدر الامكان وما تزعج نفسك عما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء على المستوى المالي بتحمل نوع من انواع الفرص المالية اللي بتيجي من عمل اضافي او مستردات او هبات او نوع من انواع الدعم وممكن تحصل بعض المكاسب الجيدة خلال هذا اليوم او الهدايا ولكن الاهم ما تبالغ بمصاريفك بالنسبة للبيت الثالث الاجواء يعني مش قوية كثير ولكن عندك قدرة على الاقناع وعندك رغبة للتنقلات والاتصالات عالية جدا ممكن تحملك اهتمام باجهزة الالكترونية او سيارات او تصليحات او اشياء لها علاقة باحد الاخوة ممكن نقاش ولكن اهمش انك ما تحتد اما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا القمر موجود فيه والتجمع الكواكب كله في البيت الرابع فبيتركز اهتمامكم حول ضبط شؤونكم البيتية والعائلية بتجد تعاون من بعض افراد العائلة اهمش انك تحمي وضعك الصحي من التقلبات والانفعالات ممكن تهتم لأمر بتعلق بالعقار مثلا او حاول انك انت بس تتجنب الانفعال والتسرع فيه القاء اللوم على الاخرين لانه مزاجك اليوم متقلب شوي اما بالنسبة للبيت الخامس يعني موليد العشرية اخر العشرية الثانية اول الثالثة هم اللي بستفيدوا على المستوى العاطفي بالفترة هاي او بطريقة التواصل ما بينهم وبين حباهم ممكن يكون لكم اهتمام كامل بالابناء او بمسألة تطلب نوع من انواع الحضوض اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء هنا بتتركز بشكل سلبي على المستوى الصحي فعشان هيك منقول لك راقب وضعك الصحي بشكل جيد وبرضو راقب حالك على مستوى العمل عشان ما يتراكم عندك العمل فيها وبعدين ما تجد طريقة انك انت كيف تعالجها بالنسبة للبيت السابع بتحمل نوع من انواع سوء التفاهم او الخلاف او النقاش ما بينك وبين شريكك شريكك بالمال او شريكك بالعاطفي فعشان هيك ضبط الاعصاب مطلوب ما في داعي للتهور او الانفعال او حتى الاندفاع حاول قدر الامكان تمتص الغضب وحاول انك تجد الحلول بالنسبة للبيت الثامن طبعا الاجواء على مستوى الاموال المشتركة برضو جيدة على مستوى قرض او مساعدة او دعم او مشروع معين الامور ممتازة جدا حتى اهتمامك بالغيبيات بتكون عالية اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء على مستوى السفر يعني فيها نوع من انواع الايجابية ولكن الحظ ما بدعمك بشكل كامل اللي عنده امتحان او مقابلة اليوم بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحظ يعني بده يكون مستعد واوراقه جاهزة ومعاملاته جاهزة بشكل كبير اما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بنقول لك دير بالك يعني الاجواء جيدة على مستوى بيت السمعة بتحميك ولكن في نفس اللحظة حاول انك ما تجازف وما تغامر بالفترة هاي وما تدخل بمواجهات مع زميلك او رؤسائك بالعمل او ما تهم الاعمال مكللة اليك اما بالنسبة لبيتك 11 فعلى مستوى العلاقات الاجتماعية ممكن يصير نقاش حاد او حوار حاد ما بينك وبين احد الاصدقاء فعشان هيك ضبط الاعصاب مطلوب حاول قدر الامكان انك ما تتدخل فيه شؤونه وما تفرض رأيك عليه واذا حصل انه صار فيه خلاف اجلها ليوم او يومين بتلاقي الاجواء بصير سهل انك انت تحلها بشكل قوي اما بالنسبة لبيت المتاعب فهنا بنقول لك الاجواء جيدة دعميتك فعشان هيك ما فيه قلق عن الامور الصحية او قلة من موليد برج العقرب هم اللي بكون عليهم خوف صحي خصوصا اللي بكون عندهم امراض مزمنة اما اللي ما عندهم ممكن توعوكات بسيطة او بتمضي الحال ممكن تهتموا بصحة احد الاحبة وممكن تهتموا ببعض الشؤون اللي الها علاقة بزيارة مريض او عيادة مريض او تهتموا بصحة احد الاحبة للكم انتبهوا على تغذيتكم وراحتكم برج القوس طبعا اليوم انت مشحون بطاقة عالي جدا وعندك نشاط عالي جدا وسرعة البديهة عندك عالي جدا حاسس بطاقة كبيرة فحاول انك تستثمرها بشكل جيد عشان تكون يعني كل اليوم في مكاسب لا اليك بالنسبة للبيت الثاني الاجواء بتحمل بعض الفرص اللي الها علاقة بالوضع المالي فمنكم ممكن يحصل بعض المكاسب المالية او الدعم المالي ولكن الاهم لان القمر مش موجود في بيت ترابي فعشان هيك منقول لك يعني يدير بالك من المصاريف او من الالتزامات المالية اللي ممكن ما تقدرتوا فيها حقها اما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا القمر موجود فيه والكواكب كلها موجود فيه فبتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات واللقاءات وبكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ اوجار بتكثر عندكم التنقلات والزيارات وورشات العمل لحسن الحظ انت بتتمتع بسرعة خاطر وبتتصرف ومعندك قدرة انك انت يعني تتصرف اليوم ولكن بدك تسيطر على انفعالاتك ممكن تضطر لتقديم المساعدة لأحد الاخوة ولكن الاهم احذر اثناء تنقلاتك يعني بدك تكون مركز كثير اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء جيدة على مستوى البيت شيئا ما يعني بتحمل بعض الاجواء الايجابية في سلام داخل البيت ممكن يظهر اعطال مثلا او اهتمامات منزلية في مسألة ما ولكن انه مش مقلقة بشكل كبير بالنسبة لايلك ممكن تهتم ببعض الشؤون اللي العلاقة بترتيبات او تصليحات او مشتريات بيتية اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء على المستوى العاطفي تقريبا بتكون شيئا ما فيها ايجابية بتفتح لك مجالات جيدة للتواصل او للتقارب ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم ولكن ابعد عن النقاشات الحادة بالنسبة للبيت يعني اللي له علاقة هنا بمسألة بتتعلق بالبيت السادس اللي هي الاعمال ممكن يتراكم عندك بعض الاعمال وممكن تهمل بعض الاعمال وممكن ما تقدر تنجز كل اشي موكل لك خلال هذا اليوم عشان هيك ممكن يبادر بعض الاشخاص لمساعدتك دير بالك تهمل عملك ودير بالك انه يتراكم العمل عندك او تهمل صحتك اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء على مستوى بيت الشراكة جيدة وهي بتعزز نقاط قوة اليك يعني ممكن انك اليوم تناقش او تحاور او تصالح الشريك او الزوج بالفترة هاي وممكن تصير في مبادرة ما بينكم اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء هنا ضاغطة على بعض المسائل المالية المشتركة فممكن تحملك بعض المصاريف للزيادة او الالتزامات او يستصعب عليك امر او ينقصك بعض الاوراق او بعض المعاملات فعشان هيك بنقول لك يعني ضبط الاعصاب مطلوب ما في داعي انك انت تتهور واي ورقة بدك توقع عليها حاول انك تراجعها واذا كان عندك مراجعات قانونية او دوائر حكومية حاول تاخذ كل اوراقك معك اما بالنسبة للامور اللي بتتعلق يعني في بيتك التاسع بيت السفر البعيد او التواصل مع اشخاص خارج البلاد او الدراسة الجامعية او الامتحانات كلها اجواء ايجابية ودعملة لك بقوة حاول تستثمرها اليوم اللي عنده امتحان او مقابلة رح يقدم بشكل جيد ولكن الاهم انه ما تعتمد على الحظ بشكل كبير بالنسبة لبيتك العاشر الاجواء على مستوى بيت السمعة ضاغطة فعشان هيك منقول لك ما تشوه سمعتك وما تجازف وما تغامر وما تخال في القوانين وما تهمل اعمالك وما تتغيب عن عملك اليوم الاوضاع ضاغطة شوي فعشان هيك ما تشوه سمعتك باي تصرف اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء جيدة وبتدعمك على المستوى الاجتماعي فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تسعد بلقاء احد الاصدقاء او يبادر احد الاصدقاء بمساعدتك في مسألة ما اما بالنسبة لبيت المتاعب فهنا بنقول لك يعني الاجواء ما زالت ضاغطة وبيتك المتاعب اليوم كبير فعشان هيك بدك تحذر من بعض الاشخاص اللي ممكن يتآمروا عليك بالخفاء وبرضه في نفس اللحظة بدك تنتبه من بعض الامور الصحية الطارئة اللي ممكن تصير او ممكن قلق يصير على صحة احد الاحبة برج الجدي طبعا اليوم النفسي احسن وانت مشحن بطاقة ايجابية عالية جدا ورغم للانطلاق فيه طاقة ايجابية وسعادي موجودة جواك فعشان هيك اليوم ممكن تنجز كثير من الامور اذا قدرت تستثمر هاي الطاقة بشكل كبير بالنسبة للبيت الثاني طبعا الاجواء القمر والكواكب كلها موجودة في البيت الثاني فمنقول تم فرصة لمكسب من عمل اضافي مع هيك بتكونوا حذرين من اي خطوة مالية جديدة خففوا من النفقات الفترة هاي فيه نوع من انواع يعني انك تقدم على انجاز او ممكن تناقش صفقة او اتفاقية اعمل بجدية عشان تصير ناجحة تماما نظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة وبتدعمك بقوة برضو على مستوى الاتصالات والنقاشات والحوارات والامتحانات المدرسية وعلى امور الها علاقة بالدراسة تقدر تقنع اي شخص اليوم بوجهة نظرك سرعة البديهة عندك عالية جدا وبرضو نشاط الحدث والفكر عندك عالي جدا اما بالنسبة للبيت الرابع فهنا على مستوى البيت برضو الاجواء اهدى من الايام الماضية في نوع من انواع الاستقرار فعشان هيك ممكن انك اليوم تنشط ببعض المسائل البيتية زي اهتمامات او مشتريات او مناسبة معينة لها علاقة في البيت رتب امورك بشكل جيد على اساس ان تكون الامور لصالحك على مستوى البيت ممكن تهتم ببعض المسائل اللي بتتعلق باحد افراد العائدة اما بالنسبة للبيت الخامس الاجواء العاطفية عندك جيدة ورغم انها متقلبة يعني بمعنى اخر لحظة ممتازة لحظة انت بتنعكس عندك نفسيا تتوتر تقلق حاول انك تركز بشكل جيد الاجواء جيدة ودعمة على المستوى العاطفي اليك بشكل كبير وحتى على مستوى يعني ابعد من العاطفي يعني رغباتك او نزواتك ممتازة ولكن ما تبالغ بالملذات بشكل اكبر اما بالنسبة للاهتمام بالابناء والاولاد فهي جيدة اليوم ودعمة للك ممكن يعني سوء تفاهم بسيط او ضغط بسيط ولكن الامور مكدور عليها اما بالنسبة للبيت السادس فهنا الاجواء بتركز على بعض الامور اللي الها علاقة بالصحة وعلى امور الها علاقة بالعمل فعشان هيك منقول لك ما تهمل اعمالك ما تحاول انك انك تعتمد بشكل كامل على بعض الاشخاص يتساعدوك في هاي الامور لانه في بعض الامور لازم تكون انت موجود عليها تماما وفي بعض الامور الصحية اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ اليك او لا احد الاحباء اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي الها علاقة بالشراكة فعشان هيك منقول لك دير بالك اي مشاحنة او سوء تفاهم او نقاش او حوار حد يكون ما بينك وبين الشريك او ما بينك وبين الزوج خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء بتعزز امور مالية ومشتركة فممكن تبحث عن دعم او عن قرض او عن مساعدة او حتى عن ترتيب وضع مالي او اوراق قانونية دعم للك بقوة حاول تستثمرها بتلاقي الاجواء ايجابية اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء هنا بتركز على امور جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى السفر والاتصالات البعيدة تواصل مع الجانب تواصل في شؤون الها علاقة بالاوراق والمعاملات القانونية رغم انه بقولك ما تبالغ بالحضوظ لانه الحظ ما بدعمك فادرس واستعد بشكل جيد وركز اثناء قيادتك للسيارة بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمع الاجواء جيدة بتدعمك بقوة يعني حتى اليوم ممكن تسمع طراء او ثناء او تقدير للك على بعض الجهود اللي بتكون فيها وممكن يعني يكون فيه منصب او اشي للامام اما بالنسبة لبيتك الاجتماعي فالاجواء برضو ضاغطة ممكن تتوتر من بعض الاصدقاء او من بعض المعارف حاول انك انت يعني تشحن حالك بطاقة ايجابية اذا توجهت لك اي مناسبة او دعوة حاول تستغلها بشكل قوي الاجواء بتحملك فرصة ممتازة وممكن انك انت تستغلها بشكل قوي يعني الاجواء مساعدة اليك على المستوى الاجتماعي او دعم بعض الاصدقاء لا اليك اما بالنسبة لبيت المتاعب فهنا بقولك دير بالك من بعض الاشخاص اللي بيكيدوا لك او بتآمر عليك بالخفاء حاول قدر الامكاني تكون حذر ما تأمل لاي شخص ما تطلع سرك لاي انسان وفي نفس اللحظة ركز على راحتك على صحتك على امورك العلاجية ممكن تهتم بصحة احد الاحبة برج الدلو طبعا القمر صار موجود عندكم من ساعة الفجر بصير عندكم فكل الضغط اللي بتحسوا فيه من الان ببلش يتلاشى مع ساعات الفجر بتلاقي الامور صارت ممتازة بتصيروا ممتلئين ممتلئين نشاط وحيوية وقادرون على مواجهة مشاغلكم واجاز الكثير منها شعبيتكم في تصاعد بتكون مستعد للتحرك في كل الاتجاهات بتسلط الاضواع على قدراتك وبتسلط الاضواع على قدراتك زي ما حكينا وبتنطلق بحماسة وعزيمة كبيرة فترة ايجابية وممكن ترغب في التغيير او اقتحام مجال جديد اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء برضو جيدة على المستوى المالي وهي بتفتح لك بعض المكاسب المالية اللي بتيجي عادة من عمل اضافي او مستردات او هبات او نوع من انواع الدعم وفي منك رح يحصل على هدية اهم شيء انه ما تبالغوا بالمصاريف اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة اليوم انت مشحون بطاقة عالي جدا للنقاش والحوار والاقناع او ترويج لشيء معين وممكن يكون لك تعامل مع اخ اوجار اهم شيء اللي عنده امتحان يركز بشكل جيد رؤهم انه الحظ بدعمك الا انه برضو بده تركيز اما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت اليوم برضو الاجواء متقلة بشيئا ما ممكن اشياء مفاجئة تصير على مستوى البيت او خلاف او نقاش او عطل معين ولكن اجمالا في ايجابي يعني قدرة على السيطرة على شؤون البيت او الادارة البيت او المشتريات او الالتزامات بتكون جيدة بالنسبة للك اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الاجواء رائعة ممكن اليوم تستثمرها تعزيز العلاقة ما بينك وبين الحبيب او احد الاحبة او حتى بامور الها علاقة بالترفيه وتغيير الجو طاقة كبيرة والرغبة بالانطلاق عالية جدا اكسر الروتين وانطلق اما بالنسبة للبيت السادس فهنا بقولك لا بدك تنتبه بعض بعضكو لما وليد برج الدلو بدهم ينتبهوا على صحتهم وبدكو تنتبهوا انكو تهملوا بعض الاعمال للموكل لائلكم يعني لا تهمل عملك ولا تهمل صحتك اما بالنسبة للبيت السابع احذروا اليوم من اي نقاش او حوار ممكن يصير ما بينكو وبين شركاكو الجو صحيح انه يصلح للمصالحة ولكن ممكن عصبيتك وحديتك في بعض الاوقات انها تخلي الامور يعني توصل لحد ما تقدر تسيطر عليها او لتهور او لكلمات جارحة اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء هنا ضاغطة على مستوى امور الاموال المشتركة ممكن مطالبة مالية او التزام مالي او مصاريف او اوراق او معاملات تضغطك بشكل كبير لانه انت بانتظار حلول ولكن لسه الاوضاع ما كملت بالكامل عشان يصير فيه ايجابية اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة هنا وبتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد على مستوى السفر المناقشات الحوارات حتى على مستوى الامور اللي الها علاقة بالاستراد والتصدير جيدة ودعمة لك بقوة فعشان هيك يستغلها برضو بجدارة اما بالنسبة لبيتك العاشر هو انا منقول لك دير بالك عن اي شيء بشوه السمعة ما في داعي للمجازفة ما في داعي للمغامرة ما في داعي للتهور ما تخال في القوانين وما تهمل عملك وما تشوه السمعتك اما بالنسبة لبيتك 11 فهنا العلاقات الاجتماعية بتلعب دور كبير اليوم ممكن احد الاصدقاء او معارفك يساعدك في مسأل ما وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تسعد بلقاء بعض الاصدقاء اما بالنسبة لبيتك بيت المتاعب وانا منقول لك دير بالك من بعض الاشخاص اللي ممكن يتعامروا عليك بالخفاء او يكيدوا لك بالخفاء وحاول انك ما تأمن على سرك لاي مخلوق حاول انك اليوم تبتعد عن اماكن الخطر وما تدخل بنقاش مع اشخاص يعني ممكن انه يتسبب لك هذا بمشاكل انت بغنى عنها برج الحوت طبعا اليوم الطاقة ضعيفة بسبب انه القمر الان او من ساعات الفجر بده ينتقل بشكل كامل وصير موجود في بيت متاعبكم فكل الكواكب الان ضاغط عليكم بشكل كبير الاهم انك تهتموا بصحتكم بطاقتكم حاول انك ما تلتزم باي شيء وحاول ما تحسب امر بشيء خلال هذا اليوم بالنسبة للبيت الثاني صحيح انه ممكن يفتح لك بعض الفرص اللي لها علاقة بالمال او مكاسب مالية ولكن ممكن تظهر مصريف بشكل مفاجئ لا اليك عشان هيك منقول لك دير بالك على مصريفك اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة وبتدعمك بشكل يعني مناش نقول ممتاز كثير ولكن عندك قدرة للنقاش والحوار ولكن دير بالك على جهازك العصبي من التوترات والقلق وبرضو من الوسواس حاول انك تشحن حالك بطاقة ايجابية اذا عندك امتحانة او مقابلة حاول انك ما تعتمد على الحظوظ ممكن يصير فيه نوع من انواع التعامل ما بينك وبين اخ او جار خلال هذا اليوم وصلنا للبيت الرابع اللي له علاقة بالبيت الاجواء جيدة ودعميتك بشكل جيد يعني فيه استقرار عن مستوى البيت ممكن تهتم ببعض التصليحات او الترميمات او الانشغالات المنزلية ممكن بعضها يكون مربك او ممكن قلق يصير على صحة احد افراد العائلة ولكن اجمالا مش كل موليد برج الحوت هم اللي رح يعانوا من هاي النقطة اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء على المستوى العاطفي ممكن اليوم تستاء او تقلق بشأن الحبيب او احد الابناء وممكن يتصرف وتصرف يعني هيك يشارك بنوع من انواع الاستياء حاول تضبط اعصابك قدر الامكان ازمة ببسيطة وبتعدي فعشان هيك ما تكون حساسة زيادة عن اللزوم اهم شي انك ما تبالغ بحضوظك اما بالنسبة لبيتك السادس فالاجواء هنا من قلك دير بالك من تراكم العمل وما ترهق حالك بشكل كبير الوضع الصحي تقريبا يعني بده رقابة اذا شعرت بشيء غير اعتيادي حاول انك تراجع طبيبك اهم شي انك ما تهمل اعمالك وما تحسم امر خلال هذا اليوم بالنسبة للبيت السابع الاجواء على مستوى بيت الشراكي تقريبا في سوء تفاهم او مشاحني او حتى خلاف حاول قدر الامكان ما تدخل بمواجهة حد ما بينك وبين الشريك ممكن يصير فيه تواصل على اشي معين او نقاشات عادية ولكن ما تحتد لانه انت اللي طبيعتك حد اليوم اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء على مستوى الاموال المشتركة بتحملك نوع من انواع الايجابية ممكن اليوم تهتم ببعض المسال اللي الها ناقب الاموال المشتركة او ديون او قروض او حتى تنشغل ببعض الوثائق والاوراق القانونية حاول انك انت تنجزها وحاول انك تكون يعني ملم بكل الوثائق مش بجزئية منها اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء هنا تحملك اتصالات بعيدة او تواصل مع اشخاص خارج البلاد او اجانب ولكن اذا عندك امتحان او مقابلة حاول انك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحظ فيها اثناء قيادتك للسيارة على الشوارع المفتوحة بدك تكون حذر يعني اثناء ممكن تنتظر خبر او تنتظر بريد او رسالة او جواب على شيء من مسافة بعيدة يمكن يتعطل اليوم ما يصلك بالوقت المناسب اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء هنا بتركز على بيت السمعة فعشان هيكي بنقول لك دير بالك ما تشوه سمعتك وما تدخل بأي خلافات مش ضاغط كير بيت السمعة بالعكس يعني هو بيحميك ولكن هاي تحذيرات اهم شيء انك تداوم بوقته بالوقت المناسب تخلي علاقتك جيدة مع رسالك وزملائك بالعمل وقوم بواجباتك على اكمل وجه اما بالنسبة لبيتك 11 فممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او حتى بعض الاصدقاء يساندوك او يساعدوك في مسائل معينة وممكن يخففوا الحمل عنك يعني بمعنى اخر يخففوا الضغط عليك اما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا بتشعروا بالتعب بيسيطر عليكم لانه القمر والكواكب كلها صارت في بيت المتاعب فعشان هيك بتشعروا بالتعب بيسيطر عليكم ضعوا سلم الاولويات للعمل الضروري واخلدوا للراحة بتسجل هاي الفترة ركود على جميع الاصعي ذي منصحك بعدم المباشرة بتنفيذ اي شيء في حسم او اي شيء مهم يعني خلي الامور روتينية وحاول انك تتخلص من عادتك القديمة وانشغل فقط بالمسائل الروتينية احذر من التأخير والخسائر والوعكات الصحية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة